أحسن الله إليكم وتقول هذه السائلة أخي الشقيق ارتد عن الإسلام ويكتسب ماله من الميسر فليجوز لي أن آكل مما يحضر إلى البيت من الطعام أو أقبل ما يقدم لي حينا إلى حين من الهدايا أو المال أثابت من الله إذا كان كل ماله من الحرام فلا يجوز فلا أكل من طعامه ولا قبول هديةه لأنه مال من الحرام أما إذا كان عنده مال من الحرام ومال من غير الحرام مختلف ولا تعلم إن هذا من الحرام فلا مانع لي أن الأصل الإباحة نعم النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود مع أنهم يتعاملون بالربا لأن ليس كل أموالهم من الربا عندهم أموال حلال